من الرباط ينضم إلينا الكتب الصحفي رشيد لمسلم أهلا بك أستاذ رشيد لماذا عادت مشكلة الأساتذة المتعاقدين في هذا التوقيت بالذات؟ عادت هذه المشكلة الأساتذة المتعاقدين نتيجة بداية الدخول المدرسي والجامعي يشهد أن المغرب اليوم يشهد الدخول المدرسي ورغم أن الأساتذة المتعاقدين من قوسين رغم أن المفهوم تم تغييره في الموسم السابق خضع أساتذة المتعاقدين من سلسلة احتجاجات على وزارة التربية الوطنية وعلى الأكاديمية الجهوية احتجاجات على عدم ترسيمهم لكن وزارة التربية الوطنية غيرت المفهوم أساتذة المتعاقدين بأطر الأكاديمية الجهوية وتم توظيفهم في ما يسمى بتوظيف في إطار الجهوية أو محافظة المغربية يأخذون اليوم إضراب أعتقد أولى بداية هذه الاحتجاجات نعم في المقابل نقبات التربية ساندت هذه الحركة الاحتجاجية وأعربت عن مسندتها لها أي سيناريوهات يمكن أن تشهدوا هذه الحركة الاحتجاجية قياسا ربما بمجال العام الماضي أكيد أن في العام الماضي كانت الحركة الاحتجاجية قوية وحقق بخلالها الأسلسلة المتعاقدين نجاحات وعقاموا سلسلة حوارات مع النقابات ومع الفائلين التربويين والجتمعيين ومع وزارة التربية الوطنية وتوصلوا إلى تحقيق مجموعة من المكتسابات قررت بخلال الوزارة التربية الوطنية بأن هؤلاء لم يصبحوا أساسين متعاقدين ولكن أصبحوا عطر أكاديمية الجهوية في إطار ما يسمى بالتوظيف الجهوي على أن كل جهة من محافظات المغرب أن توظف ما تشعر حسب اختصاصات وحسب الخصاص المتمكن من الأطر التربوية في إطار المدارس والتنويات والإعدادية التي تحتاج لمدرسين في حسب الشعب التي لها نقص أما النقابات فيبقى هذا الصراع أو الصراع النقابي مع الوزارة التربية الوطنية والنقابات دائما لها ملفات مطلبية من أجل الدفاع على المدرس أو رجوع التعليم من أجل أن يحقق مجموعة من المكتسابات في حين أن المكتسابات التي تحققت في السنة الماضية اعتبرتها النقابات إيجابية وهذا يتطلب الآن ولكن اليوم تقول أنها ناقصة ولا تلبي طموحات الأساتذة المتعاقدين هل يمكن أن تتأزم الأمور أكثر حتى أمزازي قال أن مشكلة تعاقد تم طيه هذا الملف نهائيا أكيد أن الأزمة متواصلة وأن الوزارة التربية لم يقدم الحلول الكاملة وعليه أن يتبت ذلك بداية الموسم الدرسي أن يتبت ما قاله أن يتبت في الموسم الدرسي الحالي في الإجابة عن إشكالات وأن يحل المشاكل والملف المطلبي الذي يرفعه الأساتذة المتعاقدين وأن ينصس إليهم وأن يقوم بحل جميل إشكالات خصوصا بأن ما يطلبون الأساتذة المتعاقدة الأم هو تسوية مضعيتهم وإدماجهم في الوظيفة العموية أولا وهذا ما ترفضه الوزارة التربية الوطنية وأن يكونوا متساويين مع الرجال التعليم في الجهة التي توظفها الوزارة التربية وطنية فعلى الوزارة التعليم أن تلتزم بما اتفق عليه وأن تواصل الحوار مع الأساتذة ولكن الحالة الاقتصادية للبلاد ربما لا تتحمل مزيد من التوظيفات العمومية بهذه الأعداد الكبيرة كان من المفروض حتى تقرم من طرف هؤلاء أكيد أن القانون المالية الذي سوف يصوت على البرامات الآن وفي يد الحكومة القانون المالية السنة المقبلة هو يضع في التوظيف المباشر في قطعة الحكمية حوالي 20 ألف شخص أني رأي هذا المتطلبات ولكن القانون المالية كما طلعتوا عليه هو أن أغلب الوظائف هي في قطاع التعليم والصحة والأمن هذه القطاعات لكن الإشكال الآن مطروح هو أن قطاع التعليم والتربية الوطنية انتقل من قطاع مركزي الحكومة إلى قطاع جهوي الآن أصبح قطاع أي جهة ممكن أن توظفها ما تشعر من المدفع حسب خاصة المدفع وأتمنى أن تكون غير قطاعات وزارة التربية الوطنية قطاعات أخرى التجهيز والشبيب والرياضة أن توظف مثل هذه القطاعات لا يمكن أن القطاع التوظيف أن يبقى في الدولة المركزية حسب ربما حجت هؤلاء أن قطاع التعليم من القطاعات الاستراتيجية الوطنية الكبرى التي يجب أن تولى باهتمام أكبر وعلى ضوء ربما هذه المطالب هل نتوقع أن نشهد تصعيدا أكبر ومسيرات كبيرة واحتجاجات التي نظموها العام الماضي أكيد أن قطاع التربية الوطنية هو يبقى قطاع أكبر من ناحية التوظيف في الوظيفة العمومية في المغرب وهذا يستهلك من ميزانية الدولة الكثير والكثير جدا أغلب الوظائف العمومية تبقى في قطاع التربية والتكوين ولكن مواقع السنوات الماضية عن انتقال من التوظيف المركزي من الدولة المركزية إلى التوظيف الجيوي يبقى هذا جرأ بالنسبة للحكومة هل تقبلتها الجهات الجهوية في إطار أن الجهة منوحة لها ميزانيات كبرى وفي اختصاصات أن توظيف في إطار قطاعات التي لها نقص المغرب في الشمالي والجنوبي والشرقي وغيري كل جهة لها خصاص ولا يمكن أن نقاري مثلا توظيف التربية الوطنية وفي رجال التعليم بين جهات الريباط أو الدار بطاعة كبرى وبين جهات التفيلات أو جهات الشرقية خاصة رجال التعليم الآن عن كل جهة أن توظيف حسب اختصاص ولكن ما يطلبه الأساسية المتعقدة في السنة الماضية أنهم يرفضون هذا التعاقد ويطمحون أن يكون هناك إدماجي في الوظيفة العمومية ولكن أعتقد بأن التوظيف في إطار التعاقد هو إدماج غير مباشر من أجل تسوية وضعية العديد من المعطلين في المغرب من الشاب المعطل الذي يحتاج اليوم إلى التوظيف سواء في التربية الوطنية أو غيرها من أن يكون له وظيفة سواء في أي ولكن الإيجابي بالنسبة لي وأن يتم توظيف هذا الشاب بالنسبة لأنه يتقدم بترشيحي في الجهة المعينة ويتم توظيفه في المدينة التي هو أسلوها نعم ربما هذه من بين المطالب أو دعنا نقول صوت وسط بين هؤلاء وهؤلاء لكن وزارة أمزازي عفوا هل ستقبل بإعادة فتح الملف هذا هو المطلوب الآن أن الوزارة التربية الوطنية من الوزارة التربية التي رأسها الوزارة العمزازي المطلوب عليها الآن أن تفتح الحوار وأن تواضح الحوار من أجل تسويية وضعية الآلاف من الشباب والآلاف من الأطر التربية أن تسوي الوضعية القانونية والجميع وأن تسوي في إده وإدماجهم في الوظيفة العمومية وأن تنعضوا بقطاع التربية نعم شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد المسلمة الكاتب الصحفي كنت معنا من المغرب شكرا جزيلا